السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على طريقة خف الدهانات بالمسطرة واللي ما معوش المسطرة دي يعمل ايه يعني هنفرض ان المساطر دي مش موجودة معانا ومعانا المسطرة اللي هي العادية اللي بتاعت الطلاب في المدارس علشان خاطر في ناس كلمتنا الاتنين ان هي مبتعرفش تتحصل على المساطر دي فهنفرض ان المساطر دي كده مش موجودة معانا ومعانا المسطرة دي وعاوزين نخف ومعانا يعني نزلت الحمد لله الشارع بصراحة لفتلكم على شوات حاجات كده على قد مربين قدرني جبتلكم كذا نوع دهان من اصدقائي تحت يعني ان شاء الله لو حابين شركات معانا ممكن ننزل نلف عليها عند اصدقائنا ونجيبها لكم ونوريكم ان شاء الله الحاجات دي بتتخف ازاي لان فيه علب بتتخف باكتر من طريقة يعني ممكن علبة واحدة يكون ليها طريقتين في الخف نعتمد على بركة الله نشوف الموضوع ازاي احنا كنا وضحنا قبل كده خطورة الخف بالميزان ان فيه دهانات ماينفعش اننا نخفيها بالميزان الا اذا كان مكتوب على علبة نفسها خف بالميزان ولكن كل الشركات بتقولك خف بالمصطرة لان الدهانات كسافتها بتختلف عن كسافة المصلب وكسافة التنر هنيجي على سبيل المثال معانا ادي علبة فيلر زي كده ده فيلر على فكرة هنا عايزين نخف الفيلر ده ومعناش المساطر دي هنا بيقول لنا ايه؟ بيقولك ده بيتخف بمصطرة مية خمسة وعشرين خمسة وعشرين يعني ايه مية خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين يعني المية بياخدوا ربعهم مصلب وربعهم تنر هنا بيقولك خف بالمصطرة اللي مكتوب عليها مية خمسة وعشرين خمسة وعشرين مصطرة مية خمسة وعشرين خمسة وعشرين هي هي المصطرة 4-1-1 ولكن في الشركات بتكتب أرقام وفي الشركات بتكتب هكذا طيب يعني ايه 4-1-1 يعني المصطرة دي انت هتحطها مثلا في العلبة كده هتيجي عند رقم 5 او رقم 13 جوة علبة هتزود هنا الفيلر الفيلر جمعك لغاية رقم 3 مثلا وبعد كده هتزود المصالب لغاية رقم 3 هنا وبعد كده هتزود التنر لغاية رقم 3 هنا او جي لغاية مثلا رقم 6 الفيلر جي لغاية رقم 6 هنا نقوم زودين المصالب لغاية ما المصالب يجي لغاية 6 هنا نقوم زودين التنر لغاية ما التنر يجي لغاية هنا لو جيت حسبتها هتلاقي لما الستة دي لما زودنا الكمية دي المسافة دي ربع المسافة دي ومن هنا لهنا برضك ربع المسافة دي طب هنفرض دي بقى مش موجودة معانا وعاوزين نخف اللي هي بالمسطرة 12525 نعمل ايه طبعا احنا لو خفنا الفيلر بالاخص على الميزان التركيبة بازت ليه لان علبة الفيلر دي انت لو جبت علبة المصلب بتاعها هتلاقي علبة المصلب بتاعتها على قديها 250 جرام انما علبة الفيلر دي نفسها لو جينا بصنا كده هتلاقيها 1700 جرام او 1500 صافي فانت لو خفتها على الميزان هتلاقي نفسك بتاديها المصلب بتاعها كم حوالي 400 جرام مصلب وهي كل اللي محتاجها 250 بس المسطرة بقى على اساس المسطرة بتاديك 250 جرام مش اكتر ونفس الكلام في انواع الدهنات المختلفة ولكن مش كل لتر بيوصل لواحد ونص لا في لتر يعني الورنيش مثلا دي علبة ورنيش تلاقي اللتر بتاع 1000 جرام ونفس الشركة دي علبة ورنيش بقى تلاقي اللتر بتاعها 1000 جرام يزيد او يقلو وهكذا حسب الشركات وكسافة الديهات طيب احنا دلوقتي معنا المسطرة دي وعازين نشتغل على 411 او 12525 احنا هنجيب الفيلر بتاعنا ايدي الفيلر اهو وهنضلق الفيلر هنا قعدنا نضلق فيلر شوية فيلر ايا كان لغاية ما يرجي لرقم 10 لغاية ما يرجي لرقم 10 الفيلر جي لغاية رقم 10 هنا طيب عازين بقى نحط ربع المسافة دي ربع الى 10 كان عازين نحط المصلب بقى نحطينا الفيلر المصلب انهم جايبين علبة المصلب بتاع الدون عازين نحط ربعهم مصلب ما ينفعش اللي انا امسك دولة وزينهم وحط ربعهم مصلب ما ينفعش هتلاقي نفسك بتحط مصلب اكتر من اللازم وضحنا ليه لان علبة الفيلر هتلاقي عاملة 1000 ونص وعلبة المصلب هتلاقي وزنها عاملة 1000 جرام بالزبط يعني فيه زيق فرق 500 جرام فما ينفعش تعملهم بالوزن لهم جايبين علبة المصلب نزود بقى ربع العشرة دي كام اتنين ونص اسم العشرة على الاربع هتلاقي اتنين ونص يوم جايبين كيله ها نقعد نزود نزود فوق العشرة اتنين ونص فوق العشرة يا ابو كام يبقى احداشر اتناشر ونص اتنين سنتي فوق العشرة نقعد نزود لغاية من نصل لاثناشر ونص تمام احنا كيرا زودنا المصلب لغاية الاثناشر ونص طيب عايزين بقى نحط اتنين ونص مصلب ربع العشرة مش ربع الاثناشر ونص احنا عايزين ربع المادة نفسها اللي هو كان القديم العاشرة تمام ربع العاشرة كام اثنين ونص يبقى نبدأ احنا زودنا المصلب لغاية ما جاء اثناشر ونص عايزين بقى نزود لوم نقد نزود مصلب لغاية ما نوصل لكام الخمستاشر لان اثنين ونص فوق الاثناشر ونص هيبقوا خمستاشر تمام يا رجالة طيب معانا نوع دهان تاني بيتخف بطريقة تانية حاجة زي كده نيجي نبص هنا كده بصوا كده رجالة هنا بيقولك اثنين واحد عشرة في المية يعني ايه اثنين واحد عشرة في المية يعني بيقولك اشتغل بمسطرة اثنين لواحد لعشرة في المية تنر ودي الخانة لو انت عاوز تشتغل بثلاثين في المية يعني لو فيه منتج بيقولك اشتغل اثنين واحد وثلاثين في المية تنر يبقى تزود ايه نيجي هنا كده عملي ادي هنزود الورنيش بتاعنا او الدهان بتاعنا ايا كان اللي هو اللي هنا ده مثلا اهو او بيقولنا اشتغل اثنين لواحد وعشرة في المية تنر هنجربها مرة بعشرة في المية تنر ومرة تلاتين في المية تنر هنقعد نزود لغاية ما نوصل لرقم ستة او سابعة مثلا اهو اثنين لواحد يعني الاثنين هياخدوا نصهم هنقعد بقى نزود الناحي التاني لغاية ما نوصل لرقم سبعة اينا اهو المصطرة طبعا العلبة لازم تكون عيدلة والمصطرة تكون واقفة كده مظبوطة تمام حتى هنا تلاقي فيه مصاطر هنا بص مصطرة زي دي بيقولك هنا ايه بيقولك ممنوع استخدام العلب اللي هي الغير عيدلة تخلي المصطرة واقفة كده والعلبة مظبوطة هنا بص جيبلك المصطرة ميلة والعلبة مش عيدلة بيقولك هنا غلط ده هو اللي صح طيب احنا وصلنا للسبعة ايه دي الديهان وصلنا لغاية السبعة هنا عاوزين بقى نزود اثنين لواحد هو هنا اوتوماتيك هو هعملك رقم سبعة هنا يبقى انت هتوقت تزود لغاية ما توصل لرقم سبعة ايه دي سبعة هتزود هنا ايه معنى سبعة دي يعني من هنا لهنا كده لو جينا اثنها لو جينا اثنها بالسانتي هتعمل كام عشر ونص سانتي نص العشر ونص كام هتلاقي خمسة وربعة لو قست المسافة من هنا لهنا هتلاقي الخمسة سانتي وربعة نجي نجرب مع بعض كده او خمسة سانتي وربعة ايه شايفينها رجالة بالزبط اثنين لواحد يعني اثنين بياخدوا نصهم المادة التانية اللي هي المصلب او ايا كانت فهنبدأ نزود لغاية ما نصل لرقم سبعة عاوزين بقى نحط التنر يعني حطينا الورنيش وحطينا المصلب عاوزين بقى نجيب التنر نجيب التنر هنرفض دي لقات التنر يعني هنزور التنر اللي هو كان عشرة في المية تنر هنوعد نزود كده لغاية ما نوصل بالتنر لغاية رقم سبعة هنا رقم سبعة دي معناها ايه عشرة في المية يعني عشرة في المية بالنسبة للسبعة الاصلية نيجي نقيس المسافة دي قولنا كم عاملة قدي ايه قولنا عاملة عشرة سنتي ونص يعني عشرة في المية بالنسبة هتلاقي حوالي واحد سنتي وسبعة ميلي نيجي نقيس من هنا كلا او هتلاقي سبعة ميلي هتلاقي سبعة ميلي مع زرات ان هتلاقي سبعة ميلي بالضبط اللي هو العشرة في المية بالنسبة للمسافة دي عشرة في المية بتوء العشرة واحدة عشرة في المية بتوء السبعة هتلاقي سبعة ميلي طيب عايزين بقى تلاتين في المية ايه اللي هيحصل هتزود من هنا كده هو لغاية هنا هو كده هو هتزود تاني التنر بتاعك عشان تبقى حققت التلاتين في المية بتوع السبعة طيب دي مش موجودة معنا هنعمل ايه هنجيب الورنيش بتاعنا نبدأ اللي احنا نحط كمية الورنيش على المصطرة العادية ايا كانت الورنيش بتاعنا جي لغاية رقم سبعة برضك هنا هو كيرا هو نفس الكلام هنقد نزود في الورنيش زود 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 جي لغاية رقم سبعة او ممكن نخليها على اللي هي الاصلية نشوف كده احنا قلنا لغاية سبعة كانت عملة عشرة سنتي مثلا تمام يبقى نوعد نزود كده لغاية العشرة هنشوف دلوقتي ايه اللي يحصل زودنا جي لغاية العشرة هنا هو تمام طيب عاوزين بقى نزود كمية المصلب اللي هي اتنين لواحد ده بيقول لنا بتخفي اتنين لواحد نعمل ايه نص العشرة كم؟ خمسة يبقى نوعد نزود لغاية ما نوصل لرقم خمستاشر لان خمسة فوق العشرة هيبقى خمستاشر طيب عاوزين بقى نزود لعشرة في المية تنر عشرة في المية بتوع العشرة يعني كام؟ يعني واحد سنتي يبقى نزود لغاية ما نوصل لرقم ستاشر مفهومة ده رجالة؟ طيب عاوزين نحط التلاتين في المية تنر يبقى تلاتين في المية بالنسبة للعشرة يبقى تلاتة سنتي يبقى نحط فوق الخمستاشر اللي بعد مرحلة المصلب تلاتة سنتي نوصل لغاية التمنتاشر نيجي نقيس المسافة كده هيكون فيه بس ايه الاختلاف البسيط اللي هو ما بين السبعة هنا والعشرة اللي احنا اشتغلنا عليها اه دي التمنتاشر سنتي عند السبعة في المية اللي هي طريقة الخفة تلاتين في المية بس احنا ما زودناش الكام ميلي عشان قاطر ما يحصلش لغبطة لو خفين على عشرة سنتي وربع زي من هنا لهنا المسافة العامة لشان تورو وقست على التمنتاشر بالزبط وبدلت تعالى يعني هتلاقي التمنتاشر دي مقابلة مقابلة هنا السبعة او العشرة في المية اللي هي ايه التلاتين في المية بالزبط طيب نيجي لنوع دهان تاني لان ده ده بقى لمسترطين في الخف يعني هنا ده لمسترطين طيب نيجي نبص كده ده منتج معنا بيقول لنا هنا انا بشتغل بمسترطين مسترطة اربعة واحد واحد او اربعة واحد عشرة في المية مع زرطة اربعة واحد وعشرة في المية تنر انا بيقول لك اللي هو ده رقم الفيلر وده رقم المصلب اللي هو الدي اكس ده وده رقم التنر وبشتغل بطريقة اتنين لواحد واحد تاني اللي هو الدي اكس اربعتاشر ده ده انوع بقى تنر ايا كان طيب احنا دلوقتي هنشتغل على طريقة اربعة واحد واحد اللي هي مية خمسة وعشرين خمسة وعشرين اللي هي المسترة دي اي اربعة واحد واحد يعني الكمية اللي انت هتحطها هتحط لها ربعها مصلب وربعها تنر مفهومة دي نفس اللي شرحناها هنجيب بردك ده كده ونبدأ نزود المسترة دي مش موجودة معنا دي اللي موجودة معنا وعازين نشتغل على ده وممعناش المسترة دي مش موجودة هنبدأ نزود ايا كانت بقى الكمية جي معنا لغاية هنا مثلا رقم كام اربعتاشر قعدنا نزود في الفيلر لغاية ما جيه رقم اربعتاشر طيب عازين نحط بقى الواحد بتاعهم الواحد او ربعهم مصلب ربع الاربعتاشر كام نص الاربعتاشر سبعة طب يبقى نص بقى السبعة كام تلاتة ونص يبقى نزود تلاتة ونص فوق الاربعتاشر تلاتة ونص فوق الاربعتاشر هيبقوا سبعتاشر ونص نيجي كده عند السبعتاشر ونص نقعد نزود في المصلب لغاية ما نوصل للسبعتاشر ونص اللي هي جيه تمام كده طيب زودنا لغاية السبعتاشر ونص عايزين بقى نزود الربع التاني التانر اللي هو برضك 3.5 نبدأ نزود 3.5 فوق 17.5 هيعملوا كاميرا الجالة 21 17.5 18.5 19.5 21 يبقى نوقع نزود نزود زود زود لغاية ما نوصل للواحد وعشرين تمام كده يا رجالة يبقى احنا كده حققنا المعادلة المزبوطة اللي هي 4.1.1 طيب عايزين نشتغل بطريقة تانية اللي هي 2.1 وممكن نزود احنا اقولنا هنا ده 10% ده 10% تانر يبقى مش هنزود للتانر اللي هو 4.1 ونخل ال 10% يبقى فوق الـ 17.5 عايزين نزود 10% الكمية الاساسية كانت كام كانت 14 يبقى العشرة في المية بتاع الـ 14 كام 1 سنتي واربعة ميلي العشرة في المية بتاع الـ 14 هيبقى 1 سنتي واربعة ميلي يبقى نيجي من بعد السبعتاشر ونص نبدأ نزود 1 سنتي واربعة ميلي يعني تقريبا 1 سنتي ونص يبقى نقعد نزود لغاية الـ 18 سنتي اللي 1 ميلي بالزبط كده يبقى انت حققت المعادلة بشكل سليم علشان خاطر تشتغل 4 1 وعشرة في المية تينر طيب هي 2 لـ 1 عايزين بقى نشتغل بالطلاقة التانية 2 1 1 نفسي الكلام هنحط دي كده هوا لغاية الـ 14 وعاوزين نزود ربعهم هنا 2 لـ 1 يعني الـ 2 هاخدوا 1 يعني نصهم الـ 14 نص الـ 14 كام 7 نقعد نزود كده قد الـ 14 7 فوق الـ 14 هيبقى 21 يبقى نقعد نزود في المصلب لغاية ما نوصل لرقم 21 كده احنا بنعمل بنشتغل بمسترة 2 لـ 1 طيب وعاوزين بقى نزود 1 كمان اللي هو الـ X14 ده نجي عند الـ 14 الـ 1 بتاعها اللي هو النص كان كام 7 يبقى نزود فوق الـ 21 7 يبقى نقعد نزود لغاية ما نوصل للـ 28 تمام كده يا رجالة وسبب بقى ان ده لي طريقتين في الخف فيه شركات ده نوع فيلر وده نوع فيلر الفيلر اللي هنا بيشتغل فيلر اللي هو تخليه 3-4 ساعات او تبيته وتصنفر وده نفس الكلام الشركة دي عاملة نوع فيلر تاني اسمه wait on wait او طريق على طريق ده مشروح عندكم على القناة الشركة دي الفيلر بتاعها يعني هنا ايه بيقولك الفيلر الفيلر ده بيشتغل طريقة هي وطريقة تانية wait on wait هو هو تمام كده هو هو اللي بتحول طريق على طريق حتى تيجي هنا كده هوا يعني نفضل بقى ايه عشان خطر ما نطولش الفيديو ان شاء الله هنعمل لكم تكملة نشرح الحاجات دي ازاي نقرأ الحاجات دي ان شاء الله في فيديو تاني بس عشان مش عايزين نطول الفيديو ده ونشرح بردك ايه للكتابات اللي هنا ان شاء الله هنسيب لكم الفيديو التاني بتاع اللي هو ازاي نقرأ الحاجات دي يعني وايه معنى دي الفرق ما بينهم وايه الكلام ده وايه الويت والنويت والحاجات ان شاء الله هنسيبها في التعليق المسبب بتاع الفيديو ده بس عشان خطر الفيديو رأيه يعني نطول شوية برضو فلو في اي حاجة مش مفهومة سيبها في التعليقات ان شاء الله هنعمل لها فيديو مخصوص مفيش اي مشاكل عادي جدا يا رب يكون الفيديو سهل ومفيدة رجالة عندك اي اضافة سيبها في التعليقات اي سؤال سيبه عادي جدا يعني الواحد ممكن يسمع المعلومة تكون عمال يسمعها ولو وصة ما وصولتش في شئ مشاكل عادي نعمل فيديو تاني عادي يعني الواحد بيقعد يسمع المحاجة تكون سهلة وساعات كده ايه بتاخد وقت عبال ما توصل فعادي نعمل لها فيديو تاني لو المعلومة مش وصلة الفيديو عجبك اعجاب على الفيديو اي اضافة عندك سيبها في التعليقات ما تنسوناش في الدعاء يا رجالة العلب دي كانت مجرد علب نزلنا جبنا لكم من اصدقائنا يعني مش اكتر كان معكم اخوكم احمد جمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته